السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 23 أيار مايو طبعا اليوم في تميز عالي جدا في كثير من المجالات ولكن أهم شيء الحذر من المشاكل القمر اليوم موجود في برج السرطان موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود فيها المنزلة لغاية الساعة 4 و32 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء بينتقل القمر لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته منشعر بقوة العاطف كمان اليوم ومن حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام يعني شهيتنا مفتوحة بمعنى آخر علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها وبوسعنا شراء أو استئجار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو بالمنازل زراعة نبتة شجيرة انتباه لأطفالنا ترميم صيانة تصليح مناسبة يعني الأجواء تقريبا بتصير إيجابية بكل هاي الأمور بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وولنا أن هاي مستمرة لغاية يوم واحد وثلاثين خمسة ذروتها يوم ستة وعشرين خمسة الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر تجلبنا نوع من أن مع السعادة الغير منتظرة إمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية وبرضو بتشجع البعض البعض يعني مش الكل للبدء بعلاقة غرامية أو حب جديد من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم ثمانية خمسة إلى يوم اتناعش ستة ذروتها يوم اثنين وعشرين خمسة كانت اللي هي يوم أمس بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد منفقتنا بأنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لفعالية معينة أو التأثير والقيادة على المحيط فينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وتأثيراتها من يوم خمسة خمسة ليوم ثمانية وعشرين خمسة طبعا ذروتها كانت يوم تسعة عشر خمسة في ساعة الصباح هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية نتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وتأثيراتها بدأت من يوم أربعة عشر خمسة ومستمرة ليوم تسعة وعشرين خمسة طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل يعني شوي كان فيها بعض الصعوبة وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها يعني هاي تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون يعني آخر يوم لتأثيراتها ورح تنتهي هي مستمرة ليوم أربعة وعشرين خمسة هي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو اليوم يعني تعتبر هي بأواخرها لأنه برضو يوم أربعة وعشرين خمسة بتنتهي هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون طبعا هاي بتخلي في عنا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا وبرضو بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية يعني تعطينا هيك دفع على الإثارة بتساعدنا للكفاح من أجل مثل عليا يعني من صارع عشان نثبذ ذاتنا أكثر مناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل وبرضو هاي بكرة آخر يوم لتأثيراتها اللي هو أربع وعشرين خمسة مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبتضمن لإخلاص محبوبنا طبعا إذا كانت العلاقة ناجحة أما بالنسبة للزاوية السلبية فأول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو إنه هاي من يوم 11-5 ليوم 29 خمسة تأثيراتها بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين أيضا برضو بتعرقل نجاح مبادراتنا وعلاقاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم يعني هي من 19-5 لغاية يوم 5-6 ذروتها يوم 28-5 في الساعة 10 و45 دقيقة ظهرا بتخلق مصاعب عرقية اللي بتحتاج منها لبذل الجهد والتصميم والإرادة اللي بتجعلنا أنانيين قاسيين وعنيدين وبتعرضنا لنوع من أنواع الصعوبات في إنجاز مشاريعنا في نوع من أنواع الإنعكاسات والإنقلابات بوضعيتنا بشكل مفاجئ يعني فجأة بتكون الأمور ماشي بعدين فجأة بتنعكس فجأة بتكون بدك توقع صفقة بتلتغي أو بتتأجل أو بيكون عندك موعد يعني حتى بعملنا أو بمناصبنا وأشياء من هذا القبيل علينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة بالإرهاق والتعب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي من يوم 22-4 ليوم 22-6 طبعا ذربتها كانت يوم 18-5 ولكن تأثيراتها لسا موجودة وهي زاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا أن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها أو اليوم رح تتشكل طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية ذكرناها يوم أمس من زاويتين زاوية التثليت الإيجابية اللي بين القمر وبين زحل وطبعا تأثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم الثلاثة تأثيراتها موجودة هذه نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا يعني زاوية قوية وممتازة جدا تعطينا نوع من أنواع المثابرة والتصميم على إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي طبعا تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الثلاثة بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة عنا طاقة عالية جدا وحيوية مميزة جدا وهي الزاوية برضو بتزيد من خيالنا بتخوي ذاكرتنا منطقنا بتمنحنا كفاءة عالية على المستوى التجاري وبرضو بتزيد من ثقتنا بأنفسنا ومنتقلق بفضل سهولة تعابيرنا عنا قدرة على الإقناع علي جدا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28 أربعة وإحنا بنذكرها ورح نظل نذكرها ليوم 13 ستة لأنها مدتها طويلة بالتأثيرات طبعا اليوم ذروتها ساعة خمسة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بسبب هاي الزاوية بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبرضو بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسبب لنا خلافات في حياتنا الحميمية أو حياتنا العاطفية وسوء تفاهم وصدام وحدية بالطباعة عالية جدا وتسرع باتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المشاريع أو الإسراف دوليا بتتعرض بعض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل أو ما بتم التوصل إلى اتفاق هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير ولكن بالواقع هو لا يستحق هذا التأييد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون ذروتها ساعة 12 و44 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء طبعا هي تأثيراتها من الآن من مغرب يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الأربعة زاوية طويلة التأثير وأثارها جميلة جدا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا تسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا برضو بتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها ساعة 6 و7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الثلاثاء وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع ويكون لصالحنا طبعا وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض ويكون إلو نتائج إيجابية وعالية جدا برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية الأمور اللي إلها علاقة بالتكنولوجيا بالتلفزة بالسينما الميل لكل ما هو مدهش وغريب أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجود داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعدم الصدر هدولا الأكثر حساسية بما إنه حكينا المعدة معناته هنا يعني هاي الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح بالعمليات الكبرى الجراحية لإلها والمعدة طبعا تدخل في عمليات التجميل أيضا برضو ما بنصح عمليات اللي بتتعلق بالتكميم أو اللي بتتعلق بالمعدة خلال هذا اليوم طبعا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر ولكن بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه مستقر في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد لأربع عاء بيبدأ ساعة 9 و 11 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة 2 و 35 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام ساعة 5 و 19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير 17% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 15% القمر في السرطان حتى يوم 24 خمس سعيد الآن بنسبة 100% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 70% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 100% عطارد في الثاور حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5 ستة سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% يارب تكونوا حطيتوا لايك وكومنت وشير وكبستوا والمش مشترك اشترك أولكم حتى الهدولاك الديسلايك والهدولا كمان يارب يكونوا كبسوا وخلصونا يارب وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم مثل اليوم أمس ولكن الأجواء أكثر استقرارا صحيح أنه اليوم برضو رح تنهمكم بأمور إلا هاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على المحيط الداخلي العائلي ما بينكم وبين أزواجكم أحبائكم أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن زي ما حكينا بتكون تحاذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة وممكن أنت تستأمن تصرف أحد الأشخاص داخل البيت أهمش أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن أنك ما تجد وقت للراحة بعضكم رح يكون في عنده مناسبة داخل البيت أو لقاء اجتماعي ودي تتعزز في بعض الأمور الإيجابية أو حفلة عزومة شغلة زي هيك الأجواء تقريبا فيها كثير من الأمور الإيجابية بالنسبة لكم على هذا المستوى وممكن دعم من أحد أفراد العائلة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا بشكل كبير يعني مثل اليوم أمس وأكثر شوي حيويتكم وطاقتكم ممتازة جدا بتنشطوا في السفر والاتصالات أهم شيء تكونوا أكثر صبرا على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو حوار أو نقاش أو إقناع طرف بوجهة نظرك أهم شيء أنك تدافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية وابعد عن العصبية قد ما بتقدر انتبه لكلامك أحفظ خط الرجعة ممكن تتمم لقاءات أو اجتماعات عمل مفيدة جدا وتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة الأجواء تقريبا إيجابية جدا حتى على مستوى الشؤون العاطفية المالية الاهتمام بالسيارات بالإلكترونيات الإلكترونيات عشان ما حدا يقول لي آه خربطت وين روحت وبرضو الأمور اللي إلها علاقة اللي هي اللي بيشتغلوا بمجال التسويق وعلاقتكم مع الإخوة وبعض الأطراف مع الجيران برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية على جائزة على مستحقات ينهو مشكلة مالية أهم شيء تخففوا من النفقات وما تتوتروا كثير لأنه شوي أنا عارف أنه فيه ضغط على المستوى المالي ولكن الأجواء الآن بتبلش تتحسن بشكل إيجابي نظم أمورك المالية بشكل جيد ما تسمح للأقصاط أو الديون أو المطالبات بأنها تتراكم عليك ادفع مستحقاتك وأولوياتك ما تخلي أي شخص يغشك أو يخدعك أو ينصب عليك أو يستغلك أو يدفعك لتوظيف الأموال وخصوصا هذا اليوم بسبب الزاوية اللي ذكرناها ولكن إذا عندك يعني حابب أنك تسعى عشان تحصل بعض الأموال فهذا يوم مناسب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم الطاقة أعلى بكثير الحيوية عالية جدا عندكم قدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم حتى اليوم طاقتكم مميزة جدا بالنسبة للجنس الآخر ملفتين للانتباه كثير منكم ممكن يسمع مغازلة أو كلام حلو أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم تزداد عزيمتكم وترتفع المعنويات والحضوض بتكون في نجاحات في التحركات بكل الاتجاهات هاي تعتبر فترة إيجابية بتلمس من خلالها انفراج وتقدم يعني أشياء إيجابية عالية بكل المجالات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد يعني زي اللي سمعوا البدء المقدمة بيعرفوا أنه يعني لسه الوضع ضاغط لحديد آآ يعني عصر الغد لا يوصل القمر لعنا لموليد برج الأسد فعشان هيك الأجواء مش جيدة بظل التعب مسيطر علينا معنوياتنا متقلبة في حدية بالطباع حابين نختلي بأنفسنا أجواءنا لحالنا نفسيتنا لحالنا حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل والضروري بشكل روتيني اخلدوا للراحة من وقت لآخر هاي الفترة فارغة من الحضوض وممكن تخفي عداوة أو مؤامرة طبعا مش عند الكل عند أقلية من موليد برج الأسد أهم شيء أنه علينا تجنب المشاكل وحدية الطباع راعوا أعمالكم سيروها آخذين بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات وأي شخص بيوعدكم بشيء عادي جدا يعني توقعوا أنه ما رح يوفي يعني طبيعي طبيعي خدها وانت بتضحك هيك وفرفش فرفش برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوا اليوم برضو اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة في حفلة في لقاء في جمعة أهم شيء أنكم تتجنبوا انتقاد أحدهم ممكن أنت ما فيش لقاء ولكن أنت هيك يجي عبالك تغير جو لحالك مع حالك يعني تصادق نفسك وتطلع مع نفسك يعني أنت اليوم بتحتاج لحجد التأييد استطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك يعني عندك نجاح وعندك انتشار اليوم بتقدر تستغل معارفك وعلاقاتك عشان تمن بعض الأمور أو تنجز بعض الأمور أو يساعدوك في بعض الأمور وطبعاً بتحقق هاي النجاحات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر برضو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنه اليوم بتكوا تنتبهوا من التهور والإنفعال وما تشوهوا سمعتكم لأن الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك يعني فرصة مهمة أو فرصة عمل مهمة فبسبب تصرفاتك وعصبيتك ممكن تتعطل على حالك كثير من الأمور بدك تكون منتبه لكل شيء ما تترك الطيش أو اللهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر ما في داعي للمغامرات والمجازفات اليوم ولكن على المستوى العملي والعلاقات اليوم ممتاز جداً برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب بتنشطوا اليوم طبعاً بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للاستجمام للاسترخاء للتجميل يعني ولكن بدك أنك تحذر أنت تكون فوضوي شوي أو عصبي شوي وتخرب على حالك كثير من الأمور بدك تضبط عصابك يعني حاول أنك تستقطب الجميع بدون ما تعطي لجواك على أساس أنه يتقبلوا الموضوع لأنه لو تطلع لجواك ما حدا رح يتقبل الموضوع فمشي الأمور عشان تقدر تستفيد خلال هذا اليوم فترة مناسبة إلى التشاور العقد المفاوضات المشاركة في مختلف النشاطات حتى على المستوى العاطفي جيدة والامتحانات والمقابلات والمستوى المالي والعاطفي يعني في كثير من الأمور الممتازة خلال هذا اليوم فما تضيعها بسبب التقلب اللي بصير فجائي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض طبعا بترغبوا في لفة العنظار بتبديد الأجواء السلبية حاولوا أنكوا تخرجوا مع الأصدقاء وإما رحوا فكروا بالغد أكثر باستقرار وضعكم المالي لا تستعجلوا من توقيع عقد أو من عملية تجارية حاولوا أنكوا تدرسوا الفكرة بشكل جيد طبعا الأجواء إيجابية جدا على المستوى المالي اليوم تفتح لكم مجالات لحل بعض المسائل المالية أو البدء ببعض الأمور المالية ولكن ما تغامروا وتجازفوا بمشاريع الأجواء تقريبا بتدعمك عكثير من المسائل حتى على مستوى البيت والعائلة والاهتمام بالشؤون العائلية اترتب وضعك الداخلي برضو ممتاز جدا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر مقابلك تماما فعشان هيك بعزز الأمور اللي فيها شراكة أو الأمور اللي بدها شخص يساعدك فيها أو تتعاون أنت وشخص لإنتمامها أو إنجازها بقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك برضو يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة مصالحات لقاء ودي حوار ما بين الأحبة ولكن بتكون تتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذروا المواجهات الكلامية الأجواء سلبية جدا وما تسمح باختلاق المشاكل حاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين يعني فترة ضاغطة وسلبية بشكل كبير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل عندكم شوي بتحاولوا أنك تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن كتير من موليد برج الدلو اليوم ممكن أنهم يعملوا لساعات إضافية أو يكون عندهم أكثر من عمل بدهم يتمموه حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ما تدخلوا بمواجهات مع زملائكم بالعمل أو مع زبائنكم بالعمل بتكثر عندك التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم مساعدة لبعض الأشخاص حاول إنه يعني هيك ما تكثر المسؤوليات والالتزامات لأنه ممكن إنك ما تقدر تتممها أو إذا التهيت فيها تنشغل عن مسائلك الخاصة وتسبب لحالك مشاكل فأعرف توازن بين الأمور وكون أهم إشي حريص على صحتك من بعض التقلبات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم لسه مبرح يعني الأجواء كان هيك في بعض موليد برج الحوت ما استوعبوهاش ولكن اليوم بتكون أقوى وأوضح يعني زي ما قالوا ما خدتهاش بدك تأخذها غصبة عنك فاليوم في إيجابية أكثر من يوم أمس بتشتد رغبتكم اليوم أكثر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طاقتكم أعلى حيويتكم غير اهتمامكم بنفسكم أكثر كثير من موليد برج الحوت اليوم ممكن يتوجهوا لعملية تغيير اللق القصة شعر صبغ أي إشي لباس هندام يعني في طاقة عالية موجودة جدا برضو على المستوى الفكري اللي بيشتغلوا في المجال الأدبي أو الفني اليوم رح يبدعوا بشكل مميز على المستوى العاطفي علاقتكم بالأبناء أو فرحة إلها علاقة بالبيت برضو ممتازة ولكن لأنه اليوم الطاقة عالية جدا وحيويتك عالية رح يكون قلبك طيب شوي فلا تسمح لأي شخص بأنه يغشك لأنه هاي فيها نوع من أنموع الخداع أو واحد هيك يوهمك بشيء وبعدين يطلع فشوش هاي الفترة بتحمل انفراج وتعاطف عشان هيك لازم تتحرك تحرك يا أخي يا أخي تحرك يا أخي ضلش حط إيدك على خدك وصافن في الحيط تحرك طيب حطيته لايك وديسلايك والأشياء هاي ولا برضو يعني ما في مجال خلص يعني اليوم أنتو حال فين يمين ما تكبسوا كبسوا تحت تحت ايوه في كبسات يكبسوا عليها بس مش دعا التشكرات والانتساب لأ على الكبسات الثانية يعني خلينا على لايك لايك وديسلايك بس لايك وديسلايك حتى يعني تشتركوا بالقناة يعني هاي صارت دقيلي يعني نص اللي بتابعوا الحلقة هاي اللي انتو بتسمعوها هاي نصهم أساسا مش مشتركين بالقناة للعلم يعني لأن اليوتيوب بقول لي أنه مين مشترك بحضر ومين مش مشترك بحضر فعادي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء